امور كثيرة يحتاج الصائم الى استعمالها وقد يظن انها تبطل الصيام وهي ليست كذلك مثل المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة والاكتحال وتذوق الطعام للحاجة ومنها حفر السن وقلعه وتنظيف الاسنان بالسواك او الفرشا مع الاحتراس من وصول المعجون الى الحلق والاحوط في المعجون استعماله بالليل منها غسول الاذون وبخاخ الربو والاقراص التي توضع تحت اللسان للوقاية من الازمات القلبية وبخاخ العلاج الموضعي للفم ولا يتعمد ابتلاع شيء مما سبق وإيصاله الى الحلق ما يوضع في المهبل من تحاميل او غسول ونحوه والابر العلاجية الجلدية او العضلية او الوريدية باستثناء الابر المغذية فانها مفطرة وكذلك ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالادهنة والمراهم واللصقات العلاجية وادخال من ظار من خلال جدار البطن او من المعدة اذا لم يصاحبه ادخال محاليل او مواد اخرى لقد يسر الله لنا الدين ورفع عنا فيه الحرج وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم اذ قال بعثت بالحليفية السمحة